اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونسيج الجسم فبالتالي تستهدف عضو معين فيأتي استجابة محددة وتطلق في مجرى الدم هناك نوعان من الهرمونات بداية عندي الهرمونات الاستيرويدية النوع الثاني عبارة عن هرمونات الاحماض الامينية الهرمونات الاستيرويدية نتعرف على الهرمونات الاستيرويدية اللي هي آلية عمل الهرمونات الاستيرويدية مثال على الهرمونات الاستيرويدية عبارة عن هرمون الاستيروجين وهرمون التستوستيرون لابد من معرفة آلية عمل هذان الهرمونات في جسم الانسان او بشكل عام الهرمونات الاستيرويدية بداية هذا عبارة عن الهرمون كيف سوف يتم استجابة جهاز الغدد الصماوة في جسم الإنسان إلى هذا الهرمون سوف يدخل الهرمون الاستيرويدي عبر الغشاء البلازمي ألاحظ هنا هذا عبارة عن الغشاء البلازمي هذا عبارة عن الغشاء البلازمي الهرمون سوف يتم اتحاد الهرمون مع مستقبل الخلية مستقبل الخلية متكون في داخل نواة الخلية سوف يتم هذا الهرمون الذي تكلمنا عنه وهذا المشار إليه باللون الأخضر عبارة عن المستقبل فبالتالي اتحاد الهرمون مع المستقبل وين راح يصير وين راح يتكون داخل نواة الخلية عزيز الطالب لا بد من الإشارة أن عملية الاتحاد تسم داخل نواة الخلية فبالتالي راح تتحفز جينات محددة على إنتاج بروتين معين هذا البروتين المعين سوف يقوم بالتأثير المطلوب هذا البروتين سوف يقوم بالتأثير المطلوب هذا آلية عمل الهرمونات الاستيرويدية لو انتقلنا إلى النوع الثاني من الهرمونات عبارة عن هرمونات الأحماض الأمينية عندي نوعين من الهرمونات أو أمثلة على الهرمونات الأمينية عبارة عن هرمون الأنسلين وهرمون النمو لماذا لا تستطيع هذه الهرمونات أن تعبر الغشاء البلازمي للخلية المستهدفة لأن سابقا نحن نفس ما نعرف أن هذا الغشاء البلازمي يتكون من دهون لذلك عملية عبور الهرمونات الاستيرويدية صارت بسهولة بالنسبة إلى الغشاء البلازمي أما بالنسبة إلى النوع الثاني الهرمونات الأحماض الأمينية لا يستطيع هذا الهرمون هذا هنا الهرمون هذا الهرمون لا يستطيع العبور والدخول إلى داخل الخلية إلا بارتباطه مع مستقبل وهذا المستقبل سيكون هذا هو المستقبل في الغشاء البلازمي فلو قلت لماذا لا يستطيع أو لا تستطيع هذا النوع من الهرمونات العبور بداخل الخلية المستهدفة لماذا؟ لأنها تتكون من الأحماض الأمينية وليست من الدهون نتعرف على آلية عمل الهرمونات الاستيرويدية الهرمونات الأحماض الأمينية كيف يمكن أن تعبر خلال الغشاء لتؤدي دورها؟ بداية ترتبط مع مستقبل الخلية في الغشاء البلازمي للخلية المستهدفة هذا الهرمون وهذا عبارة عن المستقبل هذا المستقبل هذا عبارة عن الهرمون فعملية الاتحاد حدثت في الغشاء البلازمي هذا الاتحاد سوف يعمل على تنشيط إنزيم داخل الخلية فبالتالي يبدأ ويحفز التفاعل الكيميائي للحدوث في داخل الخلية المستهدفة فيعمل على استجابة الخلايا فالغدد الصمافي جسم الإنسان رح نتعرف عليها أول نوع من الغدد نتعرف عليها عبارة عن الغدد النخامية الغدد النخامية بداية تقع في قاعدة الدماغ فهذه عبارة عن الغدد النخامية تسمى الغدد النخامية بسيدة الغدد الصماء فمن الممكن أن ينطرح سؤال لماذا تسمى الغدد النخامية بسيدة الغدد بداية لأن هذه الغدد أو هرمونات الغدد النخامية تعمل على تنظيم رقم واحد وظائف الجسم لا بد من الإشارة إلى رقم اثنين راح تنظم عمل الغدد الصماء الأخرى ورقم ثلاثة تعمل على أنسجة بدلا من عضو مثل هرمون النمو الذي يؤثر على النسيج العضلي والنسيج العضمي ننتقل إلى غدة أخرى وهي الغدة الدرقية أين تتواجد الغدة الدرقية؟ تتواجد في الرقبة تتواجد في الرقبة أمام القصبة الهوائية ما الأهمية هذه الغدة؟ أهميتها راح تفرز لنا نوعان من الهرمونات هرمون الثايروكسين هرمون الثايروكسين رقم اثنين عبارة عن هرمون الكاليستونين لا بد من معرفة أهمية كل الهرمونان هرمون الثايروكسين عزيز الطالب يعمل على زيادة الأيض في خلايا الجسم أما بالنسبة إلى هرمون الكاليستونين فهو يعمل على تنظيم الكاليسيوم في الجسم شلون يعمل على تنظيم الكاليسيوم في الجسم؟ نحن نفس ما نعرف أن الكاليسيوم مهم الكاليسيوم مهم لتكوين العظام وتجلط الدم ووظائف الخلايا العصبية وانقباض العضلات ننتقل إلى الهرمون الثاني اللي راح تفرز الغدة الدرقية وهو هرمون الكاليستونين كيف يعمل هرمون الكاليستونين؟ هرمون الكاليستونين عندما يرتفع مستوى الكاليسيوم في دم الإنسان سوف يتم إفراز هرمون الكاليستونين ما هي الإجراءات اللي بيقوم بها هرمون الكاليستونين للحفاظ على كمية أو مستوى الكاليسيوم في الدم؟ بداية يعمل على امتصاص الكاليسيوم وترسبه في العظام هاي رقم واحد رقم اثنين لا بد من معرفة انه يعمل على تحفيز الكلية في افراز او من افرازه في البول ففي البداية نقول حفز العظام على امتصاصها افرزت كمية من الكاليسيوم في البول رقم ثلاثة راح يخفض او ينخفض مستوى الكاليسيوم في ادام نتيجة الاجرائين اللي قام بهم هرمون الكاليسيوم فبالتالي عندي غدة اخرى تسمى بالهرمونات او عفوا الغدد جارات الدرقية هذه الغدد جارات الدرقية سميتها جارات درقية لانها تكون بالقرب من الغدد الدرقية فما هي اهمية جارات الدرقية هي التي تقوم بافراز هرمون يسمى هرمون جار درقي ما هي اهمية هرمون الجار درقي هرمون جار درقي يرفع من مستوى الكاليسيوم في الجسم امساع الهرمون قلنا عنه هرمون السابق اللي اخدنا كان يعمل على تخفيض مستوى الكاليسيوم اما بالنسبة لهرمون جار درقي عمل على رفع مستوى الكاليسيوم شنو الاجراءات اللي يقوم بها هرمون جار درقي راح يقوم باطلاق الكاليسيوم من العظام يعني تماما عكس الهرمون السابق زيادة امتصاص الكاليسيوم من الغداء رقم ثلاثة يحفز الكليتان على امتصاص كميات اكبر من الكاليسيوم من البول قبل ان يطرح خارج الجسم فهناك تضاد ما بين الهرمونان ما بين هرمون الغداء الدرقية وهرمون جارات درقية غدة البنكرياس ما هي اهمية غدة البنكرياس رابعا ننتقل الى الغدة جديدة هي غدة البنكرياس اهميتها راح تفرز لنا هرمون الانسولين هاي رقم واحد رقم اثنين عندي هرمون الجلوكاجون نتعرف على هرمون الانسولين واهمية هرمون الجلوكاجون هرمون الانسولين يعمل على تخزين اي سكر سكر الجلوكوز لابد من معرفة انه يتم تخزين سكر الجلوكوز بواسطة او بعملية آلية هرمون الانسولين في الكبد والعضلات الهرمون الآخر هو عبارة عن هرمون الجلوكاجون يعمل على تكسير الجلايكوجين إلى الجلوكوز من وين بيكسره؟ بيكسره من الكبد والعضلات فبالتالي يطلقه إلى مجرى الدم فالهرمونان هرمون الأنسولين وهرمون الجلوكاجون يعملان معا للحفاظ على الاتزان الداخلي لجسم الإنسان ننتقل إلى مرض يسمى بمرض السكري هناك نوعان من مرض السكري فالإصابة بمرض السكري ممكن أن يحدث من النوع الأول أو من النوع الثاني ما الفرق ما بين النوع الأول والنوع الثاني من مرض السكر؟ بداية مرض أو النوع الأول من مرض السكري يصاب به من عمر 20 سنة يعني ما هو السبب هذه الإصابة سببه عدم إفراز الجسم للأنسلين أما بالنسبة إلى النوع الثاني يصاب به 70 إلى 80% من عمر 40 سنة يعني الأشخاص المصابين من النوع الثاني تكون نسبتهم أكثر من النوع الأول والسبب هو عدم حساسية خلايا الجسم إلى الأنسلين ما هي مضاعفات مرضى السكر؟ ما هي المضاعفات التي من الممكن أن تحدث لمرضى السكري؟ في البداية ممكن أن يعانون من أمراض القلب تلف في شبكية العين كذلك الحموضة فلذلك يجب مراقبة مستوى الجلوكوز في الدم للأشخاص الذين يعانون من السكر ننتقل إلى غدة جديدة وهي الغدة الكذرية أو أنت تسمى بفوق كلوية ألاحظ هذه الكلية فوق عبارة عن الغدة الكذرية عندي كليتان في جسم الإنسان هذه الغدة الكذرية ما هي أهمية هذه الغدة؟ أهمية الغدة الكذرية تعمل على إفراز هرمون يسمى بي الألدوستيرون الألدوستيرون يعمل على إفرازه أو من وين تفرز هذا الهرمون يفرز من قشرة الغدة فكما تفرز الغدة هرمونات الجلوكوز القشرة الدهنية مثل الكورتيزول وتفرز من نخاع الغدة فهرمونات قشرة الغدة الكذرية التي هي فوق الكلوية عندي نوعين النوع الأول يسمى به هرمون الألدوستيرون ما هي أهمية هذا الهرمون؟ هدف هذا الهرمون هو الكلية يعمل على تحفيزها على إعادة امتصاص أيونات الصوديوم فهذه أهمية أي هرمون؟ الألدوستيرون النوع الثاني يسمى به هرمونات الجلوكوز القشرية الدهنية ما هو هدف هذا الهرمون؟ زيادة مستوى الجلوكوز في الدم مما يقلل من الالتهابات فعندي نوعان من الهرمونات قشرة الغدد الكذرية أو تسمى فوق الكلوية نفس ما لاحظنا موقعها بيكون فوق الكلية النوع الآخر نفسها من هرمونات الغدد الكذرية ولكن تفرز من النخاع هرمونات نخاع الغدد الكذرية تفرز هرموناتها متى؟ في حالة المواقف الحريجة أو ردات الفعل مثل الخوف والتوتر فبالتالي عندي هذا الهرمون يسمى بهرمون الإبينفرين أو الأدرينالين ماذا يعمل هذا الهرمون؟ شنو آلية عمله؟ ما هي أهم الأحداث اللي راح تصير فيه جسم الإنسان نتيجة إفراز هذا الهرمون؟ رقم واحد تزيد من معدل نبضات القلب يرفع من ضغط الدم يزيد من عملية التنفس رقم أربعة يزيد من مستوى السكر في الدم فلو لاحظنا هذه الغدد الكذرية كما أشرت إليها سابقا تقع فوق الكلية عندي هنا النخاع النخاع يعني نفس ما ألاحظ في الداخل هاي المنطقة أسميها النخاع أما بالنسبة إلى القشرة أي متمثلة في الجزء الخارجي من الغدد هذا هني الفرق ما بين النخاع وما بين القشرة فالغدد الكذرية أو فوق كلوية من أهم الأحداث اللي راح تحدث لجسم الإنسان ارتفاع معدل التنفس من الممكن تزيد من مستوى السكر بالدم ارتفاع ضغط الدم اتساع حدقة العين نفس ما قلنا متى تحدث هاي الأحداث في حال التوتر وفي حالة الخوف زيادة نبضات القلب فتزيد انقباضات المعدة زيادة التعرق فكل هذه العلامات أو الإشارات نتيجة إفراز هرمون الإبينفرين اللي هو الإدرينالين أعزاء الطلبة شكراً لحسن استماعكم وأتمنى لكم الاستفادة